كان هناك إجماع بأن مصر هي من ستترأس أي تحرك وستقود أي حراك من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي على القطاع اتصالات كانت بالجملة عربياً ودولياً لتحقيق الهدف وتم كيف ننظر إلى حالة الإجماع العرب اليوم بقيادة مصر لوقف إطلاق النار وتنفيذه على الأرض ومتابعة ما بعد هذا الإعلان في البداية مساء الخير عليك وعلى الزملاء البيوف والسادة المشاهدين يعني أعتقد المطلوب أو المنتظر هو ما سيتم بناءه على ما ذكرته وما أشار إليه أيضاً الزملاء بمعنى أنه كان هناك دور مصري أساسي وفعال أصفر عن هذه التهدئة وأن هذا التوافق الدولي والإقليمي والعربي على هذا الدور ودعمه أيضاً والمساهمة في نجاحه لابد أن يبنى عليه في المرحلة القادمة مصار سياسي حتى لا تتكرر نفس هذه المشاهد التي شاهدنا منذ 2008 و2014 وما بينهم المصار التسوية السياسية العادلة يعني لا يمكن في أي مكان في العالم أن نشهد صراع ومواجهات مسلحة على مدار عقود يعني منذ الانتفاضات الفلسطينية مصار أصله 93 ثم بعد ذلك المواجهات غزة نحن أمام إشكالية حققية تكرار مثل هذه المواجهات لابد أن نعود إلى الجزر الذي أدى إليها وهو الاحتلال وأن مواجهة هذا الاحتلال يتطلب إطلاق مبادرة سياسية جديدة أو مصار تسوية سياسي جديد مثلما يصفر في النهاية عن دولة فلسطينية مستقلة يعني ما أريد أن نقوله أنه في السنوات الأخيرة يعني هذا أمر أيضا لافت أنه لأول مرة نجد أنه دولة أو سلطة احتلال يعني تواجه من يمكن وصفهم بالمعتدلين أو الذين قابلوا بمبدأ التفاوض ودخلوا في مصار سياسي وأقصد السلطة الفلسطينية والحصيلة أنه في الضفة الغربية أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تم بناء المستوطنات عليها وفي نفس الوقت هناك أيضا مواجهات مسلحة مع المقاومين أو فصائل الممانعة وبالتالي لا يمكن تخيل مصار سياسي لدولة أو سلطة احتلال تواجه من كانوا مع التفاوض ومن كانوا مع الاعتدال وأيضا تواجه المقاومين والممانعين هذا في الحقيقة يعكس أزمة السياسات الإسرائيلية وأزمة سلطة الاحتلال وهذا أمر في النهاية يؤدي إلى تكرار مثل هذه المواجهات المسلحة في المرات القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر